اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله مشيدين بالجهود العظيمة والدور البارز الذي قام به سموه لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودفع مسار العلاقات الوطيدة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية ودول العالم وقد جرى خلال الاجتماع استعراض المسار المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والتأكيد على ما تتسم به من حرص مشترك على التطور والنماء وبحث سبل الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات بما يلبي التطلعات المشتركة بالإضافة لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة والعالم وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة ونشكر معاليه على الاهتمام والحرص الذي يبديه لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات القائمة والمتميزة بين مجلس التعاون والصين في كافة المجالات لما يمتلكه هذا البلد الصديق من أمكانيات كبيرة ودور إقليمي ودولي استراتيجي وهام وتوجه بالشكر لجمهورية الصين الشعبية على مواقفها الإيجابية تجاه القضايا العربية وحرصها على إحلال السلام والأمن الدولي المبني على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كما أكدتموه معاني الوزير خلال كلمتكم اليوم وعلى ترحيبها بتوقيع اتفاق مبادئ إبراهيم بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين ودولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في سفتمبر الماضي آملا أن تكون هذه خطوة نحو السلام الشامل والكامل في المنطقة من خلال دعم المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق حل الدولتين كما أجدد موقفنا الثابت لمبدأ الصين الممحدة وسيادتها على جميع أراضيها ونؤكد على أهمية الاستمرار بتعزيز وتنمية علاقاتنا في مختلف المجالات للوصول بها إلى مراحل أكثر تقدمة مشيدا في الوقت ذاته بما تقوم به الصين من جهود جبارة لمكافحة فيروس كوفيد نايتين والمراحل المتقدمة في الوصول إلى لقاح للقضاء على الفيروس وبالتعاون البناء والوثيق بيننا في هذا المجال لحماية صحة ورفاهية شعوب العالم ومكافحة هذه الجائحة وتداعياتها التي أثرت على مختلف أوجه الحياة علما بأن مملكة البحرين في مواجهتها للجائحة قد أعطت الأولوية لحماية صحة ورفاهية جميع مواطنيها والمقيمين لديها حين أطلقت برنامجا شاملا من الإجراءات الاحترازية والوقائية بما فيها توفير الحماية والرعاية الصحية العالية العالية الجودة للجميع كما لا يفوتني في هذا المقام أن أجدد دعمنا لمباررة الحزام والطريق معاني الوزير أثني على ما تفضل به أخي سمو الشيخ عبدالله بأن المقترحات السبعة التي قدمتها في كلمتك الافتتاحية اليوم مقترحات مبنائة وسيكون لها مردود كبير على مسار العلاقات الخليجية الصينية وتعزيز المصالح المشتركة وسوف تكون محل اهتمام دول المجلس كما وضحه سمو الشيخ وبالذات اقتراح معاليك بخصوص أمن المعلومات للاقتصاد الرقمي والاستئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين ونأمل أن يكون ذلك سريعا وأضيف على ما تفضل به أخي سمو الشيخ عبدالله نكترح بأن يصدر من اجتماعنا اليوم قرار بأن تقوم الأمانة العامة بإعداد ورقة تتضمن كافة المقترحات التي طرحها معالي الوزير وترسل للدول لدراستها وابداء مرئياتها بشأنها وتحت إشراف دولة الرئاسة ونتطلع إلى مواصلة تعزيز أسس التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية وتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف تجاه القضايا الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كل الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام وموظفي الأمانة العامة لمجلس التعاون وأصحاب الاختصاص من الجانب الصيني للتحذير لهذا الاجتماع المهم اليوم